دكتور أشرف ساعدنا كتير قوي في أن احنا نقدم حاجة زي كده وهي كانت فجريته أصلا من البداية أن احنا عايزين نرجع الناس تنزل المسرح والناس تبقى حبة تتفرج على المسرح أنا نور الدريني طالبا في المعدة العيل في المسرحية سنة الرابعة كنا منقدم مسرحية المسرح وحشنة تحت إشراف واخروج دكتور أشرف زاكي كنت بقدم شخصية سوسو من سكة السلامة وهي دراما ونكت شوية عن بالغير العرض العرض كان كوميدي كان فيه رأس وكان فيه استعراضات وكان بيفكرنا بالمسرح القديم متاع زمان اللي احنا كنا نحب نتبرج عليه وهنا صغيرين ودكتور أشرف ساعدنا كتير قوي في أن احنا نقدم حاجة زي كده وهي كانت فجريته أصلا من البداية أن احنا عايزين نرجع الناس تنزل المسرح وهو الناس تبقى حابة تتفرج على المسرح وهو يبقى فيه استعراضات وفيه غنى والناس مبسوطة تتفرج مش تقعد مثلا ثلاثة أربع ساعات وتحس بملل لا إحنا لو عادنا الثلاثة أربع ساعات بس بندحج وبناظر فمش أنا بقى بحسين بملل أنا بقى مبسوطين فالحمده لأن احنا قدرنا نعمل ده وإن أنا قدرت أعمل الشخصية طبعا من أستاذة ساميحة أيوب طبعا فليها الشكر والتقدير طبعا والزملائي وإخواتي في العرض وكلهم كانوا حلوين ومبسوطة أن أنا موجودة النهاردة مع دكتور أشرف ساكي هل هناك صعبات الشخصية؟ صعبات الشخصية؟ أكيد يعني أكيد إحنا كنا كل شوية بنحط مشاهد ونشيل مشاهد وبنغير المشاهد وفي ناس ممكن تغير مشاهدها قبل العرض بيوم أو قبل العرض بيومين بس الحمد لله يعني الدنيا كاربسات لأن كلنا رحنا واحدة مع بعض اللي إحنا عايزين نتلع بصورة كويسة وبعرض كويس ده أهم حاجة هل تقدم شخصية فيها أيوم فهذه بعضة؟ أنا كنت معايد قبل العرض بيومين حبيبتي فعلا لو عاد تعيد ولو لا مش عايز أعمل كده أنا خايفة مش عارف أيه بس الحمد لله طبعا والدتي ربني خلالي هي كانت السبب في أن أنا أعمل ده قعدت دايل كتير أوي وعادت قولي لأ أنت أدها وعملي وهي وثقت فيها وصحابي وزمالي ودكتور أشرف طبعا طبعا دكتور أشرف بقى يقولي أنت أدها أنت أدها وانت هتعملي وانت شاطرة وكل شوية سببورت لي ولو أنت تقدوري تعملي أي حاجة وتغيري أي حاجة وما تخفيش وأنا كنت خايفة شوية من عرضة راشدي والباية كومدي فلو يعني ناس هتستاتل دم شوية فالحمد الله لا يعني ببسط وكان أحلى حاجة عملتها بالنسبالي في ساعة دخلت الأكاديمية فالحمد الله لا أنا دي تخرج بس بالنسبالي ده العرض الأقرب إلى قلبي فالحمد الله فالحمد الله أخر حاجة كنت عملها كمسلسل اسمه أنا وهي وكنت عاملة مسلسل ملوك الجدعانة وكنت عاملة فيلم اسمه حظرة جوال مع أستاذ أمير رمسيس وشخصية شمس وكننا في مهرجون الكهيرات السنماء الدولي والحمد الله فالحمد الله أخذنا بيه جواز كتير وعملت كذا حاجة وأستاذ إلهام شهين طبعا عمله قوي وعملت قدامها ثلاث مشاهد فكانت رهبة بالنسبالي فالحمد الله حلمك مجال تنفيذ؟ حلمي ملوش سقف يعني ده بجد والله بجد أنا بالنسبالي تمثيل هو أحلى حاجة في الدنيا هو اللي يخليني فعلا أبوا مبسوطة أحس أن أنا مش عايزة حاجة تانية طبعا ربي غليلي أهلي بس تمثيل بالنسبالي ملوش سقفه خالص أنا عايزة أن أنا أوصل أعلى 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 مكانة فيه وأن أنا دائما بحب أن أنا اجتهد وأن أنا أطور من نفسي وأن أنا مفضلش على سيكوانز واحد بس شكرا لحضرتك ترجمة نانسي قنقر سينوس شكرا